إذن نكملوا أولا دي لاحظوا إذن وش درنا هنا في الأول قلنا بدنا هنا في كل ناقص اكس عوضنا بوش بتي أما الاكس تعوض بوش بناقص تي الاكس كان يروح ناقص معنية قلت نجيبه هذا هنا تولي ناقص معنية تولي زايد معنية معنية تولي روح زايد معنية خلاص النهاية تعنا هذا الناقص عنده الحق يتحرك يعود هنا الناقص ديمك يكون عند الكسر عند المقام عنده الحق يجي هنا در كالنا جينا النهاية الشاهرة التاعي هاي وينا اللي هي أشعال صفر إذن النهاية التاعي تساوي صفر بكل أرياحية لاحظتوا يعني تغيير متغير هذا رائعة رائعة ومتى نستعمله حتى نجو نطيحه في النهاية الشاهرة خاصة اللي يقول لي برهن صحة كمنا الآن مع هذه النهاية ولانا تعلمنا كيفاش خرجوها هنجو در كالذي اللي هي لميت آلان إكس مربع وعلى إكس لما الإكس يقول إلى زايد معنية هذا در كالحق ينزل لهنا عندنا يبقى قلنا القيمة المطلقة شوفوا دائما كي ينزل يخلي قيمة المطلقة لكن قلنا القيمة المطلقة من جهة زايد معنى نهاية لأن إكس أكبر أو يساوي صفر يعني إكس راه متجه نحو زايد معنى نهاية وش يساوي؟ هذا القيمة المطلقة وش يساوي؟ تساوي لنا إكس يعني تعود هك عند النقص ما يتولي نقص إكس وعند زايد معنى تساوي إكس خرجنا النهاية الشهيرة هايونا إذن هذه مباشرة نشعلته يساوي يساوينا صفر لأننا 2 في هذه راحة الصفر نبقينا حاجة بسيطة صحة نزيد مثلا رخضك لهذه خلاص إذن كمنا الثلاثة عشر خلاصت الرابعة عشر خلاصت نجدك للخامس عشر خمس عشر وهي لميت ناقص إكس زايد آلان قيمة مطلقة لإكس على إكس لما الإكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية خلاص أنا فهمنا الفكرة التهاية أن قيمة مطلقة بجوار ناقص ما تساوي؟ تساوي ناقص إكس يعني صفحنا تساوينا لميت ناقص إكس زايد آلان ناقص إكس على من؟ على إكس لما قلنا الإكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية خلاص رأكم فقطولها قلنا نضع تي يساوي ناقص إكس ومنه إكس يساوينا ناقص تي نربوذي في النقص صفحنا إكس يساوي ناقص تي قلنا إذا كان الإكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية نعوضه هنا صفحنا تي يقول إلى زايد ما لا نهاية خلاص واضح واش تصبحنا؟ صفحنا تساوينا لميت لاحظوا معي يمليح ناقص X نعوضها بوش بT نصبح لي T زايد ألان T على من X بوش نعوضه بناقص T هذا الناقص عنده الحق يرجع هنا لما T وين يقول يقول إلى زايد من النهاية خرجنا النهاية خرجنا النهاية الشاهرة هذه هي هذه عوضه ذلك هنا مش عاد تساوي أكيد تساوي أنه زايد من النهاية آهد برهان بتغيير متغير بعد ما أنهينا الآن من الخامسة عشر يقول واحدة أخرى أستاذ وعند زايد من النهاية عند زايد من النهاية بينه توليكم X على X لأنها تولي القيمة مطلقة تنحى يصبح على X هذه تخلص لك مباشرة النهاية هذه صفر وبعد عوضه هنا تعطيك نقص من النهاية نجو الآن إلى النهاية الأخيرة اللي هي وردت في باك ألفين وتسعة ألفين وعشرين عفوا طاحت في ألفين وعشرين لما لشعبة الرياضية هذه اللي هي كانت من أصعب النهاية كذلك اللي هي لأن جذر تسعة 9X مربع زايد واحد ناقص 3 نعفوا ناقص 3X هكذا لما الـ x يقول إلى ناقص ما لا نهاية لاحظو هنا معه اللي لو نعوض تعويض مباشر راح نطيحه في حالة عدم التأيين ناقص ملا نهاية مربع هي زايد ملا نهاية جذر زايد ملا نهاية هو زايد ملا نهاية عاوذوا له هنا إذن قلنا هنا عفوا حفوا سمحوا لي عنا هنا زايد سمحوا لي برك تعطينا هنا يا ناقص ملا نهاية مربع هي ناقص ملا نهاية تحت الجذر تولي زايد بزايد ملا نهاية عاوذوا له هنا بالناقص ملا نهاية ناقص ملا نهاية في ثلاثة تعطينا ناقص ملا نهاية زايد ملا نهاية مع ناقص ملا نهاية حالة عدم التعيي كيف أزيلها إذا وجد الجذور عند المالة النهاية وخرجت لي هذا العلاقة نفكر هنا في المرافق المرافق يخرجني مباشرة وصبحنا لولاد صبحنا تساوي الناي ألان جذر ها كذا باش نولادي جذر 9x مربع زايد 1 زايد 3x نضربها في المرافق التحا اللي هو جذر 9x مربع زايد 1 ناقص 3x هكذا لكن الرياضيات منوعة تضرب فقط لازم تضرب تقسم على جذر 9x مربع زايد 1 ناقص 3x لما الـ x قلنا يقول إلى ناقص ما لنهاية يعني أنسوا كلمة الآن نظركم نكملوا مع هذا العبار a زايد b في a a ناقص b واش تفعل القاعدة المتطبقة الشاهرة رقمه ثلاثة سألنا a مربع ناقص b مربع وهذه متطبقة الشاهرة صبحنا لميت آلان ها كذا المقام ما رح نتوسوه مولو ما نتوسوش 9x مربع زايد 1 ناقص لها x خلاص هذا بين روك تبعدلنا اللي هنا مربع الأول يعني المربع تعدا لما الربع أجد ريطير صبح لي 9x مربع زايد 1 ناقص مربع الثاني هذا كالربع يعطينا 9x مربع 9x مربع لما الـ x ما زال يقول إلى ناقص ما لنهاية شوفوا معي يا أولادي هذا وهذا متعاكسين هام لكم راح صبحتنا كتبة تعيه هي هذه خلاص تهمنا عليها الآن عنا وحدة خاصية باش نذكركم بها اسمه وهم ليه ماذا تقول آلان خاصية في الآلان آلان واحد على آ عينوا لذي وش تساوي تساوي إنا ناقص آلان آ هذه خاصية لكم قريتوها مع آقيمة موجبة دوما ها هو إنا واحد وهذا كامل آ وش صبحنا حسب هذه القاعدة خلاص لكم فوقتولها تساوينا ناقص عفوا limit ناقص آلان شوفوا واحد على أي ساوي ناقص لغة رثم آ يعني هذا قسمه آ يقول لنا ناقص ناقص لغة رثم جذر تسعة إكس مربع زايد واحد ناقص ثلاثة إكس لما الإكس يقول إلى ناقص ما لنهاية يا أستاذ هنا ما فهمتش لاحظ خلاص هنا بعد ما دلنا مربع الأول ناقص مربع الثاني الماقع ما تنشي ناش وحنا في عبارة مكتوبة على هذا الشكل واحد على آ هاي لكم واحد على آ وش يساوي يساوينا ناقص لغة رثم آ تولينا ناقص لغة رثم آ هذا كامل هذا كامل سموه آ خلاص تصبحنا تساوي أروح جولادي الآن حاجة بسيطة عوضوا أحدكم وشوفوا ناقص ما لنهاية مربعة تحت الجزة تعطيكم زيد ما لنهاية هذه تعطيكم زيد ما لنهاية ناقص ما لنهاية ونضربها في الناقص تعطينا زيد ما لنهاية زيد ما لنهاية والزيد ما لنهاية تعطينا زيد ما لنهاية لغا رتم زيف ماللانهاية لغا رتم زيف ماللانهاية يعني هذه باشتفى إمليح ساتتقول لكم مشارangers quilijk علاه يا أستاذ هذه كامل تعطيكم ماللك ها هي زيف ماللك وهذه تعطيكم زيف ماللك ملتلت لاقص في ناقصreiben فماللانهاية لغا رتم زايد طولي لي نذراب في كامل نافمة تعبرا ها هوين ذاك الناقص شوفوا وين را شعال تولينا تولينا ناقص مالا نهاية بكل أرياحية هاي خرجت هي فكرة هاي لتاع المرافق والفكرة الدزيام تاع المقلوب ذاك المقلوب ينقلب تولي ناقص تاعك هنا جاية بهل هذا الخاصية البسيطة ها نكملنا كامل نهاية التعيه هذه تقريبا اللي شفتهم جوا في الباكت من 2008 حتى 2021 كامل من بينهم صعيبكين هذي بزاف كينا من بين اللي جاو صعب شوية عندك هذي راكم شفتو كي بدنا قا تغير متغير قا خرجتنا وعندك هذي تعتقلب وعندك كذلك هذي تنتقلب هذو كامل باكالوريات سابقة شعبة ماتيلام سيونتي فيك ماتيكنيك هذي هي الولاد ان شاء الله كامل راكم استفدتوا إذن هذي انتهى دوروها في الأخير ولادي وابنتي لحبكم تكونوا كوراجيين برك هام الخلاي عليه هادرو عليا ما هام الخلاي عليه ولو كون تحط راسك تولي تحل أي لأن لحظتكم راكم تحضروا بزاف على حاجة يسموها يزالوا تحلاتها دمتعي هذو أصعب نهاية طاحو أعطيت هم لكم اليوم بل برهان ما شي بل حب غير هكا في السماء وخلاص بس كون قادر نقول لك هذي بللي عن ناقص ما تسوي السفر وعن زيد ما تسوي السفر لكن وريت لك البرهان يعني بللي ما في حتة حاجة كون تحط راسك وتحب تقرأ معناه إزالتها دمتعي ما تحط ما تعطيهاش فوق حسابها وتحل عليها ألف تمارين ما ألف تمارين هام اللي بقاء الصعاب وجو سهلين على برية كم فهمتوا واللي ما فهمتاش عاود حط معها راسك تفهمها ربي وفقكم ويوفقنا معكم ما تنسوناش دعونا عيني راي تحرك دمهارات شوية دعونا ربي شافينا ورانا إن شاء الله نبقى ونطابر معكم يوم كل نهار نبقى ومعاكم إن شاء الله الشي اللي يقدرنا عليه والله لن نحرمكم منه ودعو ترحم على رحمة الطاهرة مع تحية الأستر نوردين والسلام عليكم أي حاجة ما فهمتاش عاودوها